السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أخوة وأحبة بالله أهلا وسهلا بحلقتين جديدة حلقات عن تربيات الأولاد كيف ممكن نحن نرب الأطفال نحافظ فيهم على صحة النفسية وحتى الجسدية وإن شاء الله يغدون نماذج جميلة ومشرفة إسلامية وكوادر تبني هذه الأمة من جديد إن شاء الله معنا استشارة طب النفسي للأطفال والمراهقين في المملكة المتحدة الدكتور محمد بهجات محمد بهجات دكتور تخلج من كلية جامعة المينيا في مصر عام 2000 وحصف على ماجستير الطب النفس والأمراض العصبية في عام 2005 ثم سافر إلى إنجلترا عام 2008 حيث عمل بالبحث العلمي في قسم علوم الأعصاب والطب النفسي في جامعة نيوكاسل ثم عمل كأخصائي ثم استشاري للطب النفسي للأطفال الدكتور محمد بهجات هو الآن استشاري للطب النفسي للأطفال والمراهقين يعمل في أمانة مستشفيات نيوكاسل وهو زميل كلية الملكية للطب النفسي ويدرس أيضا طب النفسي في كلية الطب في جامعة نيوكاسل وقد سألناه على هل أنه في شيء بالدين يقول أنه في طلق تربية وقد استشهد بما ورد في كتاب الله عز وجل عن نماذج مختلفة بعدين القرآن ييجي يتكلم باستفادة في آيات مختلفة بصوا في الآيات بقى على الطرق المختلفة في التعامل مع الأبناء القرآن يشير إلى أن النصح أحد الطرق ففي قصة سيدنا لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني فهو بيتكلم دي طريقة أنك تنصح الابن في مرحلة معينة الطريقة الثانية آيات تتكلم لا ده هم يشتغلوا مع بعض سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل شغل ابنك معاك وتيم واحد ويشتغلوا مع بعض ييجي يتكلم على مش بس كده إنك حتى إن الابن في بعض الأحيان هو اللي يقود لو عنده الإمكانية ربنا يقول ففهمناها سليمان سيدنا داود وسيدنا سليمان سيدنا سليمان الإبن هو اللي فيهم وحكم بالصح وهم مع بعض وفيش مشكلة سيدنا داود ما اعتردش وتقال له أنت إزاي تتكلم وأنا موجود لأ ده القرآن بيعلمنا إن الإبن ممكن يقول رأيه وممكن يكون رأيه حتى فيه الصواد وتكلمنا بالحلقة السابقة عن قواعد اللي حنشوف كيف ممكن نحن نربي الأطفال القاعدة الأولى الأب والأم محتاجين إن هم يشتغلوا مع بعض ما ينفعش بالقب بيشتغل بطريقة والأم بتشتغل بطريقة فمهمة قوي قوي إن إحنا إزاي نتطفق إحنا مع بعض إن ما ينفعش نختلف قدام الأولاد النقطة الثانية اللي محتاجين نعرفها إن كل طفل مختلف تماما عن التاني كل طفل عنده حاجات سهلة عليه قوي يعملها وحاجات صعبة عليه قوي إحنا محتاجين كأباء أمهات نعرف إن إحنا فكرتنا عن ولدنا أو إيماننا بولدنا دا مهم وبيجيب نتيجة وبيأثر عليهم يعني أنا لو معتقد إن حد من ولادي إن الولد دا غبي وعمره ما هيفلح في المدرسة وعمره ما هيفلح في حياته هيطلع غبي ومش هيفلح في المدرسة ومش هيفلح في حياته الكلام دا ثبت علميا في قاعدة تانية مهمة جدا بيسموها attention roll الطفل عنده احتياج غريزي احتياج أساسي إن الأب والأم يهتموا بي إن هم بيتكلموا معاه بيلعبوا معاه وغدين بالهم منه الولد أو البنت لو اكتشف إن الاهتمام دا مش موجود بشكل إيجابي بيغضوا بشكل سلس أهلا بكم الله خير وبدنا نحكي هلأ مع الأستيز عن بعض الأسلة وردتنا من الدورات اللي هو علمها عينة من الأسئلة وإن شاء الله مثل ما أنا لحنتجاوب مع بعض الأسئلاتكم اللي منحص فيها فيها فائدة عامة بإذن الله فإلى الدكتور محمد بهجات هلأ أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا بك أهلا بك لو أردتشف دو ربنا جزي خير على تلخيص الحلقة اللي فاتت وأعتقد الأسئلة دي زي ما أنت قلتها تبقى مفيدة لأن دي لما كنت عملت الكورس كانت تبقى مرة في الأسبوع للأسر بتروح الناس رجعت بأسئلة بعد أسبوع فأعتقد إنه إحنا لو قلنا بعض من هذه الأسئلة تبقى مفيدة للناس اخترنا أربعة أسئلة وإن شاء الله هي تكون فيها الفائدة العامة للجميع مثل ما شفنا أنه هي أكتر الأسئلة عامي وردت بإذن الله طيب حنبلش بأول سؤال السؤال الأول بيقول زوجي قال رأي أنا مقتنعة أنه خطأ كيف بتصرف هلأعترض قدام الولاد السؤال الثاني طفلي عم بيقول شي وبعدين بيسأل من وراي أبو وأبو بيقوله رأي مختلف فكيف منحاول نصي بين الاثنين لنحكي على النقطتين هيدول لأنه بحسهم متشابهين هن مع بعض نرجع بعدين إن شاء الله للسؤال الثانيين هما السؤالين ليهم علاقة باللي إحنا قلنا أنه هو واجب الإسبوع اللي فات وهي إن إحنا الأب والأم محتاجين إنه هما يشتغلوا كفريق واحد ما ينفعش ينفصل فالسؤال الأولاني بخصوص لو الأم مثلا جات وقالت رأي أو الأب قال رأي والأم مقتنعة تماما الرأي ده غلط ما ينفعش دي حاجة غلط الأفضل للطفل إن إحنا لا ما تعترضيش في الموقف ده خلاص هو يعني بابا قال هنعمل كذا خلاص هنعمل كذا وبعدين أنا متوقع أن الأب مش هيقول حاجة تؤدي إلى أكارثة يعني مش هيقوله روح مويت نفسك مساء الله لكن هو رأيه يتعتقد أنه هو غلط فهنقول خلاص ده اللي إحنا اتفقنا عليه وبعد كده بنروح مع بعض زي ما اتفقنا هنقعد مع بعض ونتكلم بأسلوب في حوار لإن إحنا بنشتغل مع بعض إنت قلت كذا أنا أعتقد من وجهة نظري بس دا احتمال يكون في مشكلات وإحنا من الحاجات اللي بنفتقتها أحيانا كتير مننا يعني إن إحنا نتكلم مع بعض من غير من هاجم بعض فنقول قد يكون رأيك صح بس أنا خايفة الأحسن يكون دا لتأثير سلبي وهو كذا فإيه رأيك إن إحنا يعني المرة الجاية لما يحصل نفس الموقف نقول كذا فدي الحتة الصعبة بقى الوجب بتاع الأب والأم إن إنتوا الاثنين محتاجين نوصل لقرار واحد وما فيش ما يمنع إن إحنا المرة دي هنقول القرار كان كذا فخلاص نفترض إن الأب اقتنع إن هو رأي الزوجة صحة مثلا وإن هو هيعد القرار فهنروح للولاد بعديها وهنقول لهم والله يبصوا إحنا قمنا لكم عملوا كذا بس إحنا فكرنا في الموضوع مع بعض وإينا ممكن يكون أحسن إن إنتوا تعملوا كذا فهو الرأي يبقى كذا فغيرنا القرار الأولاني من غير ما يظهر للولاد إن إحنا مختلفين لا ده إحنا الاثنين عملنا قرار وإحنا الاثنين فكرنا وإحنا الاثنين رجعنا بقرار جديد الطفل يقول حاجة أو ياخد رأي من الأب مثلا ويروح بعد كده للأم يسألها نفس السؤال تاني فتقول له رأي مختلف فيقول لك أنا ماما قالت لي يعمل كذا فأنا عملته فدي محتاجين شوية إن إحنا ناخد بالنا منه خاصة في أولاد معينين شطار أو في الموضوع ده فبيبقى الحل بتاعه من الحاجات اللي إحنا بتساعد إن لما يجيلي الولد يقول لي أنا ممكن مثلا أروح ألعب عند صاحبي فلان النهاردة فأنا بسأله وبقول له طب إنت سألت ماما في الموضوع ده يقول لك أيها سألتها وقعت لي مرحش خلاص يبقى إحنا هنمشي مع الرأي اللي ما هو قالته وبعد كده المرة دي مش هنروح لكن ممكن بعد كده نتكلم ينفع تروح بعد شوية فدي طريق أن انت تسأله هل سأل الأم أو سأل الأب عن الموضوع ده قبل كده والحاجة المفيدة التانية إن إحنا نجيب للولاد ونقول لهم نقول لهم إحنا نحط قاعدة في البيت وهنمشي عليها لو حد فيكو سأل واحد فينا إحنا الاثنين عن حاجة معينة لو راح سأل الثاني والثاني قال لي رأي مخالف من غير ما يقول له ده أنا سألت بابا في الأول وقال لي ما ينفعش الإجابة دي حتى لو أنا قلت ينفع خلاص هي كده مش هتتحسب قاعدة أولا لو سألت ماما وقالتنا خلاص ما تسأنيش ولو عايز تسأني هتقول لي دي ماما قالت كذا فأنا هعمل الكذا وزي ما قلنا ممكن تكون الأم قالت لأ وبعد كده هنقول له خلاص يا ماما قالت لأ لكن أدخل مع الأم أدخل مع الزوجة ونتماكش طب ما خليه يعملها مش يحصل حاجة ومش هارفين لو نزلنا وقلنا إحنا الاثنين اتكلمنا تاني في الموضوع وخلاص قلنا مدام أنت لأنك عملت حاجات كويسة نخليك المرادة في عمل كده يبقى ما فيش مشكلة أن احنا نتغير القرار لكن الشكل اللي هيتغير به القرار مش بشكل إن أنا لا أنا رأي يروح طب أنا قلت له ما تروحش مش مشكلة هو أنت لازم تمشي رأيك في كل مرء وتدخل فخناعة قدام الولاد احنا مش عايزين بيصار بالشكل جزاك الله خياشون والله جوابت على سؤال بالفعل مهم جدا أنه كيف نرجع نغير رأي حتى بالنسبة للطفل يعني بدون ما قود من ما بدي أقول نفوذ بالعربي ولكن من هيبة إذا بدنا نقول أو من قيمة الرأي الذي قال به أحد الوالدين وبالتالي إذا غير رأيه ما يشيل الهيبة منه أو القيمة تبعية الوالدين في طريقة جميلة جدا وهيدي يعني نحن عم نحاول نربي الولاد بس بنفس الوقت عم نربي أنفسنا كمان وتعلم أشياء بالمالج كاونسلين يعني انت تعمل مالج كاونسلين كمان الله يبارك فيك عنا لكن سؤالين تانين بتصور كمان هنا بمنطقة وحدة تقريبا وحدة بنتة زكية بتقول بس بتستخدم زكاؤها في أشياء خطأ هل هذا ضعف أم قوي والسؤال التاني هو كيف بدي قوي منطق الضعف عن طفل في حال هو كمان غباء الأطفال يعني إذا عملوا الفعل هيدا بنقول لهم بشكل أو بأخذ نلومهم إنه ليش عملتوا هيكي بينما الطفل هالي إذا عمل نفس التصرف هيدا هو منطق الضعف عنده بناخد الأمر بحنين أكتر بليوني أكتر والأطفال بقولوا تب إش معنى ما نحن اتنين عملنا نفس الغلطة أنا جيت علي ولمتني لوما شديدا مثلا وأنا عارف هدي أتعارب مع ما ذكرته وأنت سابقا ولكن هذا حصل يعني نقول بينما الطفل اللي عنده المنطق الضعف بالمنطقة ها قال لا يعني ليش هالعنصرية هيدا بقى يعني الله يبارك فيك نعم تفضل بالنسبة للسؤال الأولاني لو بنت زكية جدا لكن بتستخدم زكاء ده في أن هي تاخد حاجات اللي هي عايزها بطريقة كده فيها زكاء ده ما يعتبرش ضعف ده ده نقطة قوة أن هي زكية تمام؟ إحنا نقصد بالضعف ضعف لكن هي بتستغل القوة نقطة قوة عندها بشكل يعني شوية سيء فإحنا هيبى الشغل بتاعنا على استغلالها لزكاها في أن هي تحصل على اللي هي عايزها لكن إحنا قلنا المرة اللي فاتت نحدد لكل طفل الضعف والقوة بتاعها ده طفلة زكية فده قوة عندها ده مش ضعف هنتكلم بعد كده إزاي نستخدم القوة لكن الضعف مثلا لو قلت إن طفل مثلا بياخد وقت عشان يفهم الحاجة زكاءه شوية محدود فده ضعف لكن كونها زكية ده قوة وده حصل بالفعل تيجي وأسرة تقول لك بس هي أصلا زكية بس بتستخدمه ما ده ضعف إن هي بتستخدمه قرأت لا هو هي الحاجة اللي هي طبيعتها إيه؟ إن هي زكية بالنسبة للسؤال الثاني ده مشهور جدا اللي هو أنا عندي طفل مثلا عارف إن هو بينسى فييجي مثلا يرجع من مدرسة يكون نسي مثلا اللي كان واخد الجزمة بتاعته واخد الترينر يلعب بيه كورة ورجع بالترينر ونسي الجزمة في المدرسة واخوه نسي حاجة تاني فأنا عارف إن ده بينسى فجأة أقول لأخو طب وإنت نسيت ليه؟ والتاني طب المرة الجانب تكري يقول لك طب يشمع إن أنا قلت لي إن أنا زي ما أنت قلت كده لوم تاني لكنه أخويا لا بتقول لش حاجة فدي نقطة التعامل معها يكون بإن إحنا بنفهم الولاد وده مهمة أوي الولاد استعابهم أعلى بكتير من اللي إحنا فاكرين يعني أنا بجيب الولاد وبحطهم بقول لهم إن ربنا خلق كل واحد فينا عنده حاجات سهلة عليه وحاجات صعبة عليه وكل واحد فيكم وكل واحد فينا عنده حاجات صعبة أنا عن نفسي صعوبتي في كذا وبقول للولاد ما تكسفش منهم لإن ده بيساعدهم إن هم يبدأوا يتعودوا يتفكروا بشكل مظبوط إنت صعوبتك في كذا فعشان كده أنا بساعدك فيها إن هي تتحسن بالتدريب واخوك ده صعوبته في كذا فأنا بساعده فيها إن هو يتحسن بالتدريب فلما يحصل الموقف ويقول لك إش معنى هو عمل كذا نقول له طب ما أنت عارف إن دي حاجة صعبة عليه بنساعده فيها يتحسن زي ما أنت عندك موضوع فلاني صعب عليك وأنا برضو لما بتحصل فيه مشكلة مش بحسبك زيك زي يقول فهو ده مهم جدا إن أنا بوضح للطفل إحنا بنتعامل بأي شكل بأي طريقة مع الموضوع فهو بيبدأ يتقبل ده ويشوفه نوع من المساعدة أكتر منه نوع من الظلم إن أنت بتظلمني لكن ما بتظلمش أقول فده بيبقى مهم جدا إن أطفال تبعرف إحنا بنتعامل بأي طريقة سواء كانوا صغيرين أو كبار أنت اللي عم تقوله إنه ما بيمنع إن الواحد يظهر نقاط الضعف كأب أو أم وهي ده أوكي شي جميل وقدوة جيدة ولكن أنا بخاف إذا أظهرت لألهم للإخوة لإخوتي يوسف ضعف يوسف في منطقة معينة أو أخرى إنه الأخوة يستخدمه ضده يعني عارفينه ضعيف بشكل معين عارفينه بريق بمطرح معين يستغلوا هالنقطة فيه ما عندك خوف يعني إذا قلنا للأطفال إنه أخوكم مثلا عنده بالنسيان ومش يستغلوا هالنقطة بشكل أو بآخر حتى يصير نوع من البولين نوع من التنمر ما عندك خوف منها؟ هو ده سؤال جميل يعني وبيحصل فعلا بس هو خلينا نرجع إن إحنا عندنا شوية محتاجين نفهم إن من أشهر أسباب التنمر في الأسرة الواحدة إن أنا كأب أو كأم بعض أقارن بين الولادة يعني أقول له إيه بص أنت جبت كام في دي في الامتحان ده أخوك جاب كام وهو في سنك ولا أخوك جاب كام في الامتحان مش تبقى شاطر زيه؟ فده بيولد نوع من الغيرة الحقض منه وبالتالي هيكون زي ما أنت قلت كده بيدور له على حاجة يكون وحش فيها عشان يقولك طب بصه هو هو بيغلط فيك لكن أنا لو كان وده هنتكلم عنه بعده إن كل طفل الواحده ماينفعش أقارن بينهم وبين بعض لما أفهم ولادي إن ربنا لما خلق كل بني آدم وإحنا كأسرة كلنا عندنا ده وبنساعد بعض في الحاجات اللي صعبة كلنا بنساعد بعض أنا مش بس بس بساعد أخوك ده أنت كمان بتساعد أخوك وهو كمان بيساعدك في المنطقة الصعبة بتاعتك فإحنا عملنا في الأسرة جوي إن إحنا كلنا حاجة واحد وإن الطبيعي ده إن يكون كل واحد فينا عنده صعوبة مش بس كده ده بيقلل من التنمر حتى ولا البولينج في برى البيت يعني أنا لما أروح المدرسة وأشوف إن معايا طفل مثلا في المدرسة عنده شوية إعاقة زهنية أو إعاقة جسدية ده بيسمع في مخ الطفل آداء ده هو ده اللي قال عليه بابا وماما أن كل واحد عنده ضعف فيمكن تكون هي دي ضعفه اللي ربنا خلقوا بها فأنا محتاجة ساعده فيها زي ما بساعد أخويا زي ما أخويا بيساعدني في نقطة ضعف لو المفهوم ده انتشر بنا هيخلي كل واحد فينا بيحاول يساعد التالي مش بيستغل لها سلبي جميل فأنت عم تقول نوع من تأسيس المبدأ وتعمل الوتيشن حتى ريسايكلين يعني حتى هنا الناس عاد تدوير أنه أنا عم بيأخذ وقعدت بنفس الوقت فأنا عندي نقطة ضعف أخوي عم بيساعدني فيها خيي عن نقطة أنا عم بيساعدني فيها وبسي فهم المبدأ اللي ذكرته حضرتك أنه كل واحد عنا نقطة ضعف ولكن النقطة ضعف مختلفة من شخص إلى آخر الله يبارك فيك أوكي إجابة مقنعة نشوف كيف بالتطبيق لها تصير طيب أوكي ممتز جزاك الله خير يعني نحنا هلأ تقريبا أسسنا الجولدون روز أسسنا القوانين أو المبادئ اللي نحنا متفقين عليها وحنشتغل فيها سواء الأهل مع بعض والأهل مع الأطفال وأسسنا كمان كيف الأطفال نحنا بدنا نوصل أين بهم وأسسنا أنه بالأسل الأربع اللي ذكرناها تحدث عن نقطة ضعف والقوة وكيف نحاول نحافظ على رقي الواحد بين الاثنين طيب هلأ بدنا نبدأ إن شاء الله الكورس بقى يعني نحنا قدينا حلقة وشوي نحنا هلأ ونعطين الكورس الله هيبالك فيك يا دكتور التشوية هدا يمكن بنوع من الطب الاستشال النفسي عنكم هدا طيب فيك تقلنا كيف ننبلش بهذا الكورس هلأ كيف ننبلش بهذا الدورة التدريبية إن شاء الله تمام طيب إحنا كده إن شاء الله هنتوكل على الله ونبدأ في الكلام عند الكورس الكورس فكرته مشتقة من رسمة كده كانت عملتها أحد الخصائيين النفتيين في أمريكا لهرم جوه الهرم يتمثل العلاقة بين الأباء والأبناء إزاي المفروضة العلاقة تكون في أي سياق يعني يتعاملوا مع بعض إزاي يعني إزاي ما إحنا شايفين كده صورة الهرم موجودة الفكرة بتاعة الهرم ده إن هي كل حاجة في الهرم دي لها حي الزمني من الوقت يعني إحنا لو بصينا مثلا لقاعدة الهرم فيها حاجات عن اللعب، الكلام، الاستماع وما شابه وكل ما بنطلع فوق بتظهر أنواع تاني من العلاقات بيني وبين الطفل على سبيل المثال مثلا إنت نبدأ إزاي تعمل تدريب للأبن إزاي أحيانا تجاهل، التجاهل ده في مرحلة من المراحل هي دي طريقة التعامل مع الطفل لأنك تتجاهل سلوكه مثلا نوصل لأقصى الهرم اللي هي بنلاقي كلمة اللي هي إيه؟ توابع الأفعال يعني لو الطفل عمل حاجة ممكن تنتج عنها إن هو يحرم من شيء أو يبقى فيه نوع من الجزائل لهذا السلوك الفكرة بتاعة الهرم إن إحنا ما ينفعش أوصل لأي حاجة فوق غير لما عد على اللي تحت الأول بمعنى إن أنا ما ينفعش أبدأ أطبق إن أنا أحط قواعد في البيت مثلا غير لما أكون جربت في الأول إن أنا استغلت الوقت في إن أنا اتكلمت وسمعت ولعبت مع الطفل بعد ما أوصل لده كله ويكون خد وقته المطلوب ممكن أدخل على المرحلة اللي بعدين دي النقطة الأولانية القاعدة التانية في الهرم ده إن إحنا لو بصينا مثلا اللي هو كمة الهرم تتحدث عن التوابع اللي إحنا بنسميها في البيوت العقاب لو تخيلت إن العقاب ده ما ينفعش تعمله غير لما تكون بتقضي وقت مع الطفل أو مع الإبن والبنت بتتكلم معي بتسمعه بتلعب معي بتخرج معي بتحكي معي كل ده في مرحلة معينة بدأت يعمل حاجة غلط وتتجاهل اللي عمله غلط ما تعبدوش لما تكون عديت على كل ده في الأول ساعتها ينفع تطبق اللي فوق دي النقطة الأولانية النقطة الثانية زي ما إحنا بصين كده إن الهرم ده 70% منه عبارة عن إنك بتتكلم مع الطفل مع ابنك أو بنتك إنك بتسمع لهم إنك بتلعب معهم إنك بتقضي وقت الضريف معهم ده يومسل 70% ده معنى إيه؟ معنى إن أنا كأب مثلا أنا بشتغل برجع البيت على الساعة 6 المغرب بنام الساعة 10 يبقى أنا كل الوقت اللي بقضيه في البيت أربع ساعات بشوف ابني أو بنتي في الأربع ساعات دول ساعتين مثلا يبقى المفترض إن سابعين في المية من الساعتين اللي هي تقريبا ساعة ونص من الساعتين قاعد بتكلم معاهم وهما بيتكلموا معايا وأنا بسمعهم وبنلعب مع بعض وماضيين وقت مستمتعين في مع بعض فدي ساعة ونص من الساعتين فده مختلف طبعا عن المعظم اللي بيعملنا إذا كنت هاعد ساعتين مع الطفل هقول له أخبار المذاكرة إيه؟ وأخبار الصلاة إيه صابت ولا لا أخبار عملت إيه في المدرسة النهار ده كله عبارة عن استجوابات وحاجات زي كده فده مخالف لا إحنا الكلام اللي مكتوب هنا إن إحنا بنقضي تلت تربع وقتين مع أولادنا في حاجات هم بيستمتعوا باللي إحنا بنعملوا فيه اللي هو كلام واستماع ولعب وبنعمل مع بعض وبنعمل نشاطات مع بعض دي الطريقة اللي مبنية عليها فكرة الهرم ده اللي مبنية عليها فكرة الكورس اللي إحنا نعمله في الحلقات إن إحنا نبدأ نتكلم عن كل حاجة فيها لأن إنت لما تقول لي هتكلم مع ابني طب أنا بتكلم معي طول النهار أيوة ماشي بس هو ده الكلام اللي إحنا بنقصده يعني لو قاعت تتكلم مع ابنك مثلا فالصح والغلط واللي إنت عملته واللي ما عملته ده مش كلام ده نصايح ودروس الكلام ده لي صفة معينة عشان يبقى الكلام اللي إحنا نقصد به اللي بيجيب نتيجة في تحسن العلاقة ده اللي هنتكلم عنه اللعب يعني إيه لعب يعني إيه تلعب مع ابنك اللعب اللي يخلي علاقتكو تؤدي تبع علاقة جميلة الطفل يستمتع بيها وتغير في شخصية الطفل وتخليه يبطل المشاكل اللي كان بيعمل ده اللي إحنا نتكلم عن نوع التدريب إن شاء الله الله يباريك شزاك الله خير بصراحة هالهرم هيدا عن شخصية أول مرة بشوفه الطريقة اللي انتم تدلج فيها منطقي وطبعا ملفت للنظر لتوصل لعواقب الأمور بالآخر يعني فيه كتير بفر زون في منطقة هيكة كتير قوية واسعة قبل ما نوصل لأنه فيه عاقبة للأمر هيدا يعني كأنك عم تشدد على مبدأ الرحمة والرفق صلى الله عليه وسلم يعني شدد عليهم كثيرا قبل ما توصل لأنه فعليا صار فيه هلأ لا خلص برغط للألواح الحناجر وبدأ نبلش هلأ نحكي بشكل تاني بقى صارت تاني بعد ما أخدنا عدة فرص الله يباريك فيك يا رب وما بعرف أنا شخصيا عندش هذا حيكون يعني عملي أنه الأهل ساعات من أول كذا شلوت أو جزمة وامشي ولد وخلص هذا الأمر سهل عندهم عم بلاحظ أنه فيه كتير فيه منه هو الشخص بدي يشتغل على نفسه مثل ما أنت قالت لحتى تعرف توصل تربي هالجيل هيدا طيب تحدثت عن هذا الهرم وفيه عدة مناطق بماذا نبدأ نحن هلأ كأهيلة عم نشوفونا وإنت اللي دربتهم كمان بالدورات بأي مكان نبدأ بهالهرم هيدا طيب أول حاجة هنتكلم عليها وديه في قاعدة الهرم يعني إيه في قاعدة الهرم؟ يعني ده احتياج أساسي محتاج إن إحنا نبدأ به العلاقة مع أولادنا وبنا إيه هو ده؟ إن إحنا نتكلم معاهم وإن إحنا نسمعهم وده شيء غريب لإنه هو المفترض إن إحنا طول النهار بنتكلم ونسمع لكن إيه هو الكلام وإيه هو الاستماع اللي بيجيب نتيجة كويسة اللي بيخلي العلاقة تبع علاقة وطيبة أولا إحنا محتاجين نعرف إن إحنا عشان نتكلم مع أولادنا كلام تخيل إن إحنا هنقعد نصف ساعة مع الإبن أو البنت وخد عينة من أي نصف ساعة بتقعدها مع إبنك وإبنتك تتكلم فيه؟ هل الكلام كله عن نصيحة؟ هل الكلام كله عن دروس؟ وعبر؟ وأوامر؟ ونواهي؟ كل ده مش الكلام اللي مقصود بيه في الهرم الكلام اللي مقصود بيه في الهرم الكلام اللي إبنك وإبنتك يبقى مستمتع بالقاعدة دي ونفسه إنك ما تخلص كمل كمان شوف ده ينطبق على كم في المية من الكلام اللي إنت بتتكلمه فيه مع إبنك وإبنتك مرداش فضائع فهو ده في الحقيقة يعني هو ده المقصود بيه كلام اللي بيجيب نتيجة إيجابية وعشان كده إحنا قلنا زي ما إنت قلت هو الموضوع في الحقيقة هنكتشف في آخر الكورس ده إنه هو إحنا اللي بنتربه مش هما اللي بيتربه إحنا محتاجين إن إحنا ما بغير عشان أخرب مع إبني ولا بنتي عشان أتكلم معاه أولا أنا محتاج أجهز الحاجة يعني أنت محتاج تجهز للقعدة تجهز لها إزاي أولا أنت محتاج تعرف إحنا كأب وأم محتاجين نعرف هم أصلا إيه الكلام اللي بيحب يتكلمه فيه يعني لو عندي طفل عنده خمس سنين اللي هيحب يتكلم فيه يتكلم مثلا عن لعبة معينة هو بيلعبها ومقصود قوي بيها وبيجي فيها سكورز علي فأنا كأب وأم علي واجب إن أنا تعلم اللعبة دي وأعرف أتكلم فيها وأعرف أقول بس المستوى ده صعب قوي أنت عارف أنا سمعت إن الولاد بيبوا ومش عارفين يعدوه فأنا محتاج إن أنا جهز للقعدة إن أنا أقرأ لو أتكلمت مع ابني اللي عنده خمستاشر سنة محتاج إن أنا أعرف هو بيهتم بيه أصلا في أولاد بيهتموا بالكورة فأنا محتاج أعرف أخبار الدوري الإنجليزي إيه أخبار كاس العالم إيه في أولاد بيحبوا يتكلموا في المصارع في أولاد بيحبوا يتكلموا في العربيات فأنا زي ما قلنا من شوية أنا محتاج إن أنا أعرف ابني وبنتي إيه حاجات اللي هما بيحبوها وأبدأ أدخل بقى على النت أبدأ أقرأ أبدأ أسأل عشان لما نروح نتكلم يبقى أنا عندي معلومات أتكلم فيها فأنا محتاج تجهيز بقى مطور قاعدة بقى بالظبط فإحنا محتاجين تجهيز للموضوع الأول الحاجة الثانية البيئة اللي هنتكلم فيها يعني بمعنى إيه إن أنا لما أتكلم مع ابني غالبا لو بتكلم مع واحد فيهم التانيين هيبقوا موجودين فصعب إن إحنا نتكلم كلنا لإنه هيبقى فيه تدخلات فمهمة أو إن أنا يبقى ابني أو بنتي كل واحد فيهم ليه وقت عندي إن إحنا نعود مع بعض يحس فيه بخصوصية كأب أو أم ممكن الأب والأم يخرجوا مع ابن أو حتى يعودوا معاه في أوضل وحديهم يتكلموا أو إن هما يرتبوا لخروجة بشكل يحس فيه الإبت إن هما لقدوا المهتمين بيه أوي ومهتمين بيه أوي يرجعنا للقانون اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الأولى قانون الاهتمام الطفل عنده احتياج غريضي احتياج أساسي إن الأب والأم يهتموا بيه إن هما بيتكلموا معاه بيلعبوا معاه وقدم بالهم منه الولد أو البنت لو اكتشف إن الاهتمام ده مش موجود بشكل إيجابي بيغضو بشكل من شوية اللي 15 و 16 سنة لو قدته الاهتمام ده هيجنبك بقى إن الولد عمل مشاكل أصل الولد راح عمل مشكلة برة هنا في مشكلة الولد طلع لقدر الله سرع الولد عمل مشكلة مع بنت فلانية الولد مش عارفه فأنا بقيت بدل ما أنا في شغلي طول اليوم ومش بشوفه خالص فاضطريت إن أنا أروح أكلم قبل بنت وارجع أكلم الولد وأشوف ولا أشوف الناس اللي عمل معهم مشكلة وارجع فأنا بقيت مهتم بيه بقى هو بقى سلبي أنا لو كنت اهتميت إيجابي كان وفر علي الاهتمام السلبي ده وكانت المشكلة دي إلى حد كبير ما وصلتش للدرجة دي أو محصدتش من الأسل فالابن اللي عنده خمستاشر سنة لو خاركت معاه وتكلمنا نا وهو برا فموضوع هو انترست فيه هو موصوب بي قاعدين نتكلم عن العربيات وشفت أحدث عربية وده أنا سمعت الراجل بتاع كذا نزل أنا بتكلم عن نفسي مثلا أحد ولادي مهتم جدا بالفلوس والناس اللي بتعمل فلوس كتير فلازم أعود أعمل سلبي والراجل بتاع أمازون كيس بالسنة دي الشهر ده خمسة مليار استرليني لأنه باع مش عارف ايه هو ده اللي هو بيحب يتكلم فيه لكن لو تكلمت مثلا مش بتتكلم واصل فصل بتاعي في ابتدائي في سنة 35 سنة ولا من 30 سنة كان فيه هو مش مهتم بالكلام ده هو مهتم بحاجة معينة ده بيخلي الحوار يمشي بشكل الابن أو البنت مستمتع فيه على مستوى المحتوى بتاع الكلام على مستوى القعدة هنقعد فيه عشان نتكلم ده بيخلي الابن أو البنت يبدأ يحس ان انت بتتكلم في نفس المواضيع اللي هو مهتم بيه هو محتاج ييوصل له ده الأول فمحتوى الكلام النقطة الأولانية النقطة التانية المكان اللي هنتكلم فيه محتاجه انه نوفر المكان اللي هنتكلم فيه بشكل يتبسط فيه يحس بيه فيه بخصوصية ان هو ليه تمام مخصوص عندي الحاجة الثالثةücke طريقة الكلام زي احنا معارفين كده فيه ابحاث كتيرة اتعاملت على الرسايل اللي بتوصل من الكلام فلقيوا ان محتوى الكلام لا يمثل الا 7% لكن ايه اللي بيمثل 93% تعبيرات الوش والتون بتاع العلو الصوت طريقة الصوت يعني لما قول لابني مثلا الف سلام عليك يا حبيبي سلامتك غير لما قوله الف سلام عليك يا حبيبي دي غير دي هو في التاني عارف انك بتتريق عليه وانه هو شايفه متدلع في الاولانية شايف انك مهتم فدي حاجات ناخد بالنا منها ودي مسؤوليتنا احنا كأباق وامهات يعني انت تبقى بتحب بابنك جدا وخايف عليه وعشان كده عمالة تديله في اوامر ونواهي لكن هو مش وصل له ده هو كل اللي وصل له ان انت شديد وبتمنعه من الحاجات اللي بيحبها لكن كام واحد فينا بيقول لابنه ده انا بحبك خالف ده انا مهتم بيجي ده نفسك بأحسن حاجات انا مش بقول لك الموضوع ده من باب ان انا بغلس عليه انا من باب ان انا خايف عليه الحاجات دي بتبني ان هي بسيطة لكن بتفرق جدا عند الابن والبنت ان هو يسمع الاهتمام ده كام واحد فينا كاكبار كان نفسه مثلا قبل ابوه او امه ما يموته ان هو يقول له ده انا راضي عنك حاجة بسيطة اوي لكن يا ما ابناء بعد ما يموته ابقائهم وامهاتهم يقول لي يا ترك انت راضي عني يا ترك انت راضي عني لو حاجة بسيطة زي كده قلتها لبنك على فكرة انا راضي عنك انا بيشهد ربنا ان ان انت ابن بر بي ياه دي هتوفر له كتير اوي في مستقبله اللوم اللي هيلومه النفسه في مستقبل كل ده مش هيحصل احيانا كتير اوي بيبع عندنا مشاعر وحسيس ناحية ولادنا ما بتوصله مش فدا مدى اهمية الكلام زي ما قلنا لما هو بيوصله ده بيبدأ يحس بالامان معك انه هو يتكلم انه هو يتكلم فى اللي بيفكر بيه انه هو يتكلم فى انه هو الحاجات مهتمة بيها الحاجات اللي نفسه فى حاجات اللي عنده مشاكل فى واعى عند كنت يتكلم ترجع ثانى تنصح او ترجع ثانى تقول له لا بس ما تعمل ش كده ده حرام لا بس ما تعملش كده لأ انت هنا في مساحة وجبي كابا واما ان انا تديره بيئة امنة يتكلم معايا فيها وهو حسس بالامان ان انا مش هلومه ان انا بس بسمعه ان انا بسمعه وقابل اللي هو هيقوله ايا كان لان في الموقف ده ده مش موقف نصح احنا نتكلم بعد كده على طرق تغيير بعد كده سلوك خاطئ لكن في اللحظة اللي هو يحس معاك فيها بالامان ويبدأ يتكلم معاك اول حاجة تبفاهمها اول حاجة تبقى بتعملها تحترم صعوبته ويقولك مثلا انا انا مش بحب اذاكر انا مش عايز اذاكر عشان مليش نفسي لو عادت تقوله بس انت مستقبالك هيضيع وانت الوحيد اللي هتبقى خلاص يا عم انا مش هقولك كده تاني لكن لو قلت له والله بص عندك حاجة المذاكرة ده صحيح حاجة غير ساوي وانا كمان وانا صغير مكنتش بحبها على الاقل هيحس ان انت حسس بي واحنا كابا واما هاد بنحس بولادنا بس احيانا ما بنوفقش في التعبير عن الاحساس ده فدي دي النقطة الاولانية نتكلم مع اولادنا تلت اربع الوقت زي ما قلنا هيبقى في الحاجات المهمة محتاج مجهود ان انا اقول هو انا الاسبوع ده هعود مع ابني امتى اتكلم معي هو انا هعود مع بنتي امتى طب هنتكلم في البيت ولا نخرج برا طب هنخرج ونشرب انا وهي حاجة ولا نخرج ونشرب انا وهو حاجة ونقعد نتكلم في موضوع هو بيحبه وخليه اسمعني ومش هلومه ومش هنصحه هتديله المساحة دي ده لو حصل كل اسبوع اتلاقي حاجات كثيرة جدا فيها مشاكل بدأ التخطئ الله يبالك فيك يا رب ما شاء الله تبارك الله انا عن جد مستمتع جدا واتمنى ادعو الله عز وجل لان الموحب بالتمنى ادعو الله عز وجل ان يكونوا كمان المستمعين والمشاهدين مستمتعين ايضا شاركوني الاجر على اليوتيوب تغاطي على سابسكراب وتغاطي على جرس سجل اعجابك شاركنا بتعليقك وشارك بمنشوراتك وخلوا الخير ان شاء الله يعام على الجميع جزاكم الله خير اشتركوا في القناة